في الحديث أكثر والتعليق ينضم إلينا من رمالة دكتور خليل أبو كرش الباحث بالمركز الفلسطيني للبحث والدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور خليل دكتور خليل استمعت معنا لما رصده لنا مراسل الغد أبرز سؤال هناك بالقطاع في ظل الظروف الراهنة وبعد استمرار هذه الحرب لعشرة أشهر إلى أين نتاجه؟ أين توجد المنطقة الآمنة بقطاع غزة حتى الآن؟ يعني قراءة دكتور لماذا ما تزال إسرائيل تستهدف المناطق التي تزعم أنها آمنة وخاصة أيضا مدارس الإيواء التي تؤوي النازحين حتى الآن فيما يخص لآخر مدرستين بمدينة غزة اليوم مساء الخير لك ولكل المستمعين والمتابعين ينام بتقديري أن الإجابة على سؤالك ذكرها نيتنياهو اليوم في تصريحاته لمجلة التايمز عندما قال أن هذه الحرب ستستمر وأنه يهب نحو تحقيق النصر وأنه سيذهب أكثر وأكثر في هذه الحرب لإسقاط حماس وعدم قدرة حماس على العودة إلى الحكم مرة أخرى وبالتالي كل الفعل الإسرائيلي على الأرض كل المجزرة وكل الاستهداف سواء لمراكز الإيواء أو حتى لإخلاء الناس كله يأتي في هذا السياق عمليا هو يستعمل المدنيين ويستعمل ما يمتلكه من قوات وقدرات عسكرية وأمنية في محاولة لتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة هذا هو النصر المطلق الذي يدعيه نيتنياهو ومؤسسته السياسية والعسكرية وبالتالي كل الأدوات أو كل الفعل الإسرائيلي اليومي والمتكرر عندما يقول أن هناك مناطق آمنة ومناطق غير آمنة هذا غير حقيقي وغير صحيح الواقع على الأرض يؤكد بما لا يقبل الشك أن غزة كلها منطقة غير آمنة وأن الاستهداف الإسرائيلي يأتي في كل مكان وفي كل توقيت صحيح أن إسرائيل تقول للمواطنين أن تطلب منهم إخلاء بعض الأماكن تقوم بنشر بعض المنشورات لأماكن آمنة وغير آمنة اعتقادا منها أن ذلك يأتي في سياق القانون والروح القانون الدولي وسيؤمن لها السلامة من العقوبة لاحقا ولكن الجريمة التي تجري في غزة هي جريمة مركبة أولا هو يقتل كل شيء ويقتل كل أشكال الحياة هو يفرض حصار ويجوع ويعطش المدنيين والمواطنين في قطاع غزة وبالتالي هو يفرض أيضا حصار يمنع من خلال إدخال أي مواد غذائية أو إغاثية أو إعاشية لقطاع غزة هي حروب عدة تشن يعني على قطاع غزة وعلى مستويات عدة لكن بلغة القوى الدولية بلغة الدول أيضا هذا النصر الذي يدعيه نتنياهو حتى الآن هو صحيح؟ دكتور هل تسمعوني؟ أسمع أعيد ربما سؤالي إليك مفهوم النصر بالنسبة لنتنياهو مقارنة أو بمنطق المجتمع الدولي والقوى العظمى والقوانين وكل هذا أين يكمن هذا النصر؟ ما مفهوم النصر بالنسبة لنتنياهو الذي يدعي حتى الآن؟ يعني استنادا لما يصرح به نتنياهو بشكل متكرر منذ بداية هذه الحرب أن النصر المطلق هو القضاء على حماس هو تحويل غزة إلى جغرافيا خالية من السلاح وأن لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل بعد ذلك هذا الفعل أو هذه العنوين الثلاث عمليا هي تعني إبادة قطاع غزة بشكل كامل إخراج غزة من الجغرافيا إلى صفحات التاريخ لاحقا وبالتالي يجري الحديث عن غزة وكأنها خالية من السكان تدمير غزة بشكل كامل لتصبح لاحقا جزء من حالة الوعي وكي الوعي للفلسطيني الذي إلا ربما سيستمر في حالة النضال والمواجهة ضد الاحتلال ليقول له الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي أنظر ماذا فعلنا بغزة وبالتالي لا تحاول تكرار ما جرى في السابع من أكتوبر حتى لا تتحول أي جغرافيا فلسطينية لاحقا مثل ما يجري ويتم تحويل غزة الآن هذا هو النصر الذي يتحدث عنه نيتانيار هو عمليا يريد شطب الهوي الوطني الفلسطيني إخراج غزة بثقلها السكاني والجغرافي والنضالي من الصراع الفلسطيني الإسرائيل ما دون ذلك هذا كذب على العالم وكذب على المؤسسات وهو دائما ما يتلون ويحاول أن يقدم مجموعة من الأهداف وكأن هذه الحرب لها نهاية عمليا هو لا يريد نهاية لهذه الحرب إلا في اللحظة التي بالتوقيت السياسي له هذا أولا وفي الوقت الذي يجعل فيه من غزة كما قلت منطقة غير قابلة للحياة بشكل كامل وتستمر العملية العسكرية والخلاف الذي يدور ما بين نيتانياه وبعض أقطاب المؤسسة العسكرية هو خلاف مهني وليس خلافا في جوهر حقيقي حول الحرب واستمرار هذه الحرب نعم الموقف بالنسبة للمفاوضات وإعادة الخراط في المفاوضات لوقف إطلاق النار بقطاع غزة نيتانياه تطرق لهذا أيضا وحتى يعني علق بأن عملية اغتيال هنية تعزز من فرص التوصل إلى مفاوضات كيف يفسر هذا التصريح؟ المعطل الحقيقي للمفاوضات هي الاشتراطات التي يقدمها نيتانياه هذا بشكل واضح الاشتراطات السابقة والاشتراطات الجديدة التي تتعلق باستبعاد الأسرى المنوي الإفراج عنهم في هذه السفقة إلى خارج الوطن وكلما كان هناك فرصة حقيقية للذهاب نحو سفقة أو هدنة يجري تعطيلها بشكل مركزي وبشكل حقيقي من قبل نيتانياه وهنا علينا أن نوضح قضية في غاية الأهمية المعطل ليس شخص نيتانياه فقط هناك تحالف كامل يقف خلف ذلك هناك رؤية كاملة تقف خلفها إسرائيل تريد من خلالها تعطيل السفقة والاستمرار في الحرب وبالتالي لربما نيتانياه يمثل رأس جبل الجليد في هذا الموضوع وهناك خشية حقيقية لدى أقطاب هذه الحكومة من أن تؤدي مثل هذه السفقة إلى تفكيك هذا الائتلاف التباينات في هذا الموضوع كثيرة لدى أقطاب الائتلاف الحاكم سواء الصهيوني الديني أو حتى اليكود أو حتى أحزاب الحردين وبالتالي هم يحاولوا مزيد من التماسك الداخلي على حساب استمرار هذه الحرب وعلى حساب الدم الفلسطيني ليس فقط في غزة وإنما في الضف الغربي أيضا عمليا هناك في الضف الغربي ما يجري هو نسخة مصغرة عن ما يجري في قطاع غزة القتل والاستهداف والحصار للشمال في الضف الغربي ليس بعيدا عن ما يجري في قطاع غزة وبالتالي كل ما يدور هو ضمن ما نسميه محاولة إسرائيلية حقيقية لحسم هذا الصراع مع الفلسطينيين لمرة واحدة وإلى الأبد استنادا إلى مفاهيم وأيديولوجيا تورتي ديني تقول أن هذه الأرض لا تحتم القوميتين وأن القومية اليهودية هي التي يجب أن تسود ويجب هي التي تمتلك الحق في البقاء وتقرير المصير والعمل السياسي ما دون ذلك لا يوجد قومي أخرى والفلسطيني عليه أن يغادر أو عليه أن يموت طيب قبل فترة دكتور خليل كان الحديث وكنا أمام الحديث عن اليوم التالي لهذه الحرب ومن قد يدير قطاع غزة حتى فجأة أو بعد عمليات الاختية التي قامت بها إسرائيل حتى الآن نرى أنفسنا أمام احتمال الانزلاق نحو حرب شاملة اليوم وفي ظل انتظار هذا الرد الإيراني من كل من إيران وحزب الله أيضا والاستعدادات والتأهب الأمني أيضا الإسرائيلي إلى أين كل هذا؟ ما السيناريوهات المرتقبة للمرحلة المقبلة؟ أولا أنا بتقديري أن هناك رد إيراني سواء كان من قبل طهران بشكل مباشر أو حتى من قبل حزب الله ولكن السيناريوهات هو هل هذا الرد سيكون داخل إسرائيل أم سيكون خارج إسرائيل؟ وهل سيكون داخل إسرائيل باستهداف مراكز سيطرة وتحكم وباستهداف منشآت عسكرية؟ أم سيكون خارج إسرائيل باستهداف شخصيات ذات مستوى أو شخصيات سياسية أو حتى أمنية إسرائيلية في العالم؟ وبالتالي الرد قادم لا تستطيع طهران عدم الرد ولكن هي أيضا لديها حسابات في هذا الموضوع هي التعب باعتقادي تريد ردا مؤلما لا يؤدي إلى حرب السبب في ذلك أن طهران ستجد نفسها إذا ما فتحت الجبهات بشكل أكبر واندلعت الأمور نحو حرب إقليمية ستجد طهران نفسها ليس في مواجهة الإسرائيليين فقط وإنما ستواجه الأمريكيين ستواجه جيوش أوروبي وغربي أخرى وبالتالي هناك مخاوف إيراني من فقدان كل المقدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية وهناك مخاوف من تعطل البرنامج النووي الإيراني وهناك تخوف إيراني من عودة الرئيس الترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة هذا الرئيس الذي انسحب سابقا من الاتفاق النووي وبالتالي ازدادت الضغوط على طهران وهذا التخوف يجعل من طهران تحاول قراءة المشهد بتأني ولكنها تذهب نحو رد هذا الرد يؤلم الإسرائيلي ولا يكون ذاهبا أو لا يؤدي إلى مواجهة مفتوحة كذلك هناك عدة اعتبارات في المنطقة الجهود الدبلوماسية التي تبذل منذ الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في طهران وفي الضاحي الجنوبي هناك جهود دبلوماسية كبيرة تبذل سواء من الولايات المتحدة أو حتى من دول أخرى في محاولة لمعرفة طبيعة وحجم الرد الإيراني وفي محاولة لمنع الانزلاق نحو الحرب المفتوحة هذا الأفق السياسي مفتوحا خاصة في ظل نحن نستمع شبه يوميا لتصريحات من قبل نتنياهو وباقي حكومته تصريحات متعنتة تصريحات تهدد أيضا استعدادهم أيضا للانزلاق إلى حرب إقليمية أبدأ استعداد إسرائيل لهذا حتى يعني حتى يعني في حقيقة الأمر لا تستطيع إسرائيل الآن أن تذهب نحو حرب مفتوحة هي متورطة منذ عشر شهور في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي في حالة إنهاك كبير والحرب مع حزب الله لن تكون كما هي في قطاع غزة حزب الله يمتلك من القدرات العسكرية أكثر وأهم ولربما يستطيع استهداف جغرافيا وأماكن ومراكز سيطرة وتحكم أكثر في إسرائيل وبالتالي هذا جزء من الحسابات الإسرائيلية أيضا لاحظ أن نتنياهو يكذب كما يتنفس هنا كان سيكون سؤالي دكتور خليل أنه على ما يبدو إسرائيل أمام طريقين طريق إسرائيل ليس بالضرورة هو نفس طريق الذي يسلكه نتنياهو لمصالحه وهذا ما يعني كشفت عنه حرب إسرائيل على قطاع غزة خلال العشرة أشهر يعني هناك تيار في إسرائيل هذا التيار أقرب إلى الدولة العميقة وهو يقول بشكل واضح طالما أنه ممكن الحصول على المكاسب بالطريقة السياسية وبالأدوات الدبلوماسية لماذا علينا أن نذهب إلى مواجهة مفتوحة مع حزب الله لربما تخسر فيها إسرائيل لربما هذه المواجهة لا تقود إلى ترميم الردع وعودة الردع الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب وبالتالي دعونا أن نذهب أكثر إلى الخيارات الدبلوماسية والسياسية ونضغط على حزب الله ونضغط على لبنان وبالتالي نكسب ما يمكن أن نكسبه بدون الذهاب نحو حرب مفتوح وأيضا إسرائيل تغيرت إسرائيل الجديد الآن ليست كما كانت في السابق هناك مجموعة الآن التي تقبض على السلطة في إسرائيل سواء كان نتنياهو أو حتى شركاء وحلفاء في اليمين المتطرف صحيح أنهم يطلقوا تصريحات تهديدي وعيد بشكل مستمر ودائم ولكن القرار الحقيقي هو لدى الدولة العميقة ولدى المؤسسة الأمني والعسكري حتى في اغتيال شخصية كإسماعيل هني في طهران القرار جاء من المؤسسة الأمني حصل على مصادقة وموافقة من قبل المستوى السياسي هذا صحيح ولكن القرار بالأساس كان من المستوى والمؤسسة العسكري عمليا المؤسسة العسكري أرسلت عدة إشارات وعدة تصريحات وعدة تسريبات تقول أن من خلال الحرب التي يمكن أن تندلع في الشمال لن تكون كما يجري في قطاع غزة ستغرق إسرائيل في مواجهة كبيرة ستخسر إسرائيل الكثير من المقدرات وكثير من الموارد ولربما يجري ما لا تحمد عقباه إسرائيليا وبالتالي دعونا نحاول أن نهدد باللغة وأن نهدد بالكلام ولكن دعونا نبحث عن مسارات دبلوماسية تستعد فيها إسرائيل حضورها ومكانتها كما كان في الزاب شكرا جزيلا دكتور خليل أبو كرش الباحث بالمركز الفلسطيني للبحث والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من رمالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر